أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول هل ما يذكر في كتب التاريخ وما ندرسه في المدارس عن وقعة الجمل وصفين يعتبر من التكلم فيما شجر بين الصحابة وكذلك الأشرطة هل إيش؟ هل ما يذكر في كتب التاريخ وما ندرسه في المدارس عن وقعة الجمل وصفين ما تدرسونه في المدارس ليس هو من باب الذن وإنما هو من باب تعليمكم الموقف من هذه الأمور تعليمكم الموقف من هذه الأمور لألا تقرأوا في التاريخ ثم يصير في أنفسكم شيء أنتم تدرسون هذا في كتب العقائد من أجل أن تتحصنوا من سوء الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ما نذكر في كتب العقائد للتحصين ما هو للذن أو للتخطيئة والتصويب لا للتحصين تحصين المسلمين من الوقوع في الخطأ في حق الصحابة نعم أحسن الله لما يذكر في المدارس في كتب العقائد غير ما يذكر في كتب التاريخ نعم